اشتركوا في القناة الى جانب تمتعك بمنظر مذهل من جبال الهيمالية من خلال غرفتك في هذا الفندق الفاخر ذو الخمس سنوات من العمر يحوي بركة تدعى بالطاقة الذهبية وقد سميت بذلك لينميهاها صفره اللون وذلك بسبب ارضية البركة المطلية بطبقة ذهبية وهي تمنح المكان لمسة مميزة بسحرها وبريقها اضافة الى هذف منحوتة ثعبان البحر الاسود والابيض الذي يحم فوقها يجعلها تجربة فريدة من نوعها بركة سباحة بحيرة شونغواي زامبيا اذا كنت تخطط الاسفرية الى زامبيا فعليك الذهاب الى نزول شونغواي يوجد بهذا الاخير بركة سباحة تطل على بحيرة توفر هذه البركة الريعة متعة وراحة نفسية لكل من لجأ اليها وذلك بسبب المنظر الطبيعي الذي توفره لك بحيث انه عند السباحة قد تصادف حيوانات من قبيل الفيل ان مهر والطيور بشتى انواعها الى اخرها وهي تشرب من البحيرة المجاورة بركة سباحة فندق كامبريان هذا الفندق محاط بجبال وغابات تكسوها تلوجة والجميل في الامر هو انه يحوي بركة سباحة يمكنك من خلالها رؤية كل المناظر الخلابة المحيطة بك ربما ستتساءل كيف يمكن لشخص ان السباحة في بركة تقع في منطقة جد باردة حسنا لا تهلع بحيث ونميها البركة الساخنة بركة انفينيتي بنزل كاروزو هو عبارة عن قصر تم اصلاحها ترميمه واضافة العديد من التحصينات عليها الى جانب روعة الفندق من الداخل فبركة الميلة يحويها تعد السبب الرئيسي في قدوم النسي لهذا الفندق الفريد من نوعها الذي يعطيك احساسا وكأنك تسبح في شرفة مالية بالمياه اضافة الى اثلالة المسبح على مشموعة من الجبال في منظر رائع يصور كل النظرين اليها بركة سباحة سان الفونسو دي المارس يعتبر هذا المسبح الواقع في تشيلي الموجود قرب الشاطئ اكبر حوض سباحة في العالم بحيث ونطوله يقدر بألف وثلاثة عشر مترا وتبلغ مساحته ثمانون الف متر مربع بحيث يمكن تعبيته بمائتين وخمسون مليون لتر من الماء وبعد ان تم الانتهاء من بنائه في ديسمبر 2006 دخل مباشرة بعضها لكتاب ايجنس للارقم القياسية العالمية مسبح التماسيح ان هذه البركة المية التي تقع في استراليا لم تخصص للراحة والاسترخاء وذلك راجع لاحتوائها على عدد هائل من التماسيح المفترسة الضخمة التي يبلغ طول بعضها ستة عشر قدما عندما تريد السباحات تنزل للمسبح وسط قفص حتى تكون محميا من كل تلك التماسيح المخيفة ويعد هذا المسبح من بين اكثر بركة المياه الباهضة الثمن مسبح نيمو 33 ان هذا المسبح الذي يقع في بلجيكا وتحديدا في بروكسل يعد اعمق حمام سباحة في العالم وقد سمم من طرف الغطس البلجيكي جون بيرنانت ويبلغ عمق الحمام 33 مترا ولذلك سمي بنيمو 33 كما تبلغ مساحة المياه التي يستوعبها 2.5 مليون لتر المسبح الأحمر هذه البركة الميت تقع في تايلاندا وما يميزها هو لون مياهها الأحمر وهي مثالية لولاك الذين سيموا من التجربة التقليدية ويبدو من بعيد وكأن المسبح مليون بالدم الأحمر وذلك بسبب كتلة البلاط من اللون البرتقالية والأصفر والأحمر يغطي الجزء السفلي حمام سباحة فندق ميناء بلازا إذا كنت ذهبا إلى هونغ كونغ فيجزر بك التوجه إلى فندق ميناء بلازا وذلك رجع إلى فخمته وسحره الذي يكمن في امتلاكه لحمام سباحة في الطبق 23 منها في الهواء الطلقة مع إطلالة مرتفعة ساحرة بركة أكوريا الماهية تقع هذه الأخيرة بمومباي الهند يحوي هذا الممنى سبعة وعشرين طبقاً ولكل واحد منهم بركة مية شففة على شكل شرفة ما هي أكثر بركة مهية أثارت أعجابكم؟ شاركونا أجوبتكم في التعليقات أسفل الفيديو ولا تبخلوا علينا باقتراحتكم للفيديوهات القادمة قم بالاشتراك في قناتنا للمزيد من الفيديوهات الرائعة لا تنسى إذن الأعجاب بالفيديو ومشاهدة باقي حلقاتنا ترجمة نانسي قنقر